بدأتي في ما سبيرو. عدت حوالي سنتين في تأسيس القنوات المتخصصة. وده كان عمل إداري أكتر منه. لحد ما روحت بعدها قناة الأخبار وعملت مجموعة أفلام تسجيلية. لكن أنا الحقيقة كنت حاسة أنه طول الوقت دي مرحلة وأنا لسه ما وصلتش لنا أعزائها. فكنت بكتب سيناريوهات. وأنا حتى بعمل هذه الأشياء كنت بكتب سيناريوهات وأبحث عن منتجين طول الوقت. لحد لما نجحت في فيلم تيري يا طيارة. اللي اداني الفرصة لأنه استقبل الحمد لله نقدياً كويس قوي قوي. وأخد جوائز وكده في عمل يعني ضجة يعني. فجاب لي فرصة أن أعمل بعدها أحلى الأوقات. لكن بعد كده عملتي أسه و لازل. وخد جايزة. أسه و لازل بعدها كان أول سيناريو أكتبه. يعني أحلى وقات كانت القصة وكتبت السيناريو مع السيناريست الجميلة وسام سليمان. أسه و لازل كان أول بقى قرار بالكتابة. ومن ساعتها وأنا بكتب أعمالي يعني. يعني تخصصي في الكتابة يعني عشان تعبري عن نفسك؟ وبعدين انتقلتي للإخراج. لا العكس. لا أنا إخراج أصلا أنا أصلا أنا أصلا خرجت مخرجة وأخرجت طير يا طيارة وأخرجت أفلام تسجيلية وأفلام رؤية قصيرة وأخرجت أحلى الأوقات. وكان قصتي بس لأنه كانت القصة نفسها برضو فيها جزء مني أنا من طفلتي. طب يعني ما الذي دفعت بقى إلى مجال الكتابة؟ اللي حصل أنه بعد أحلى الأوقات اتعرضت علي سيناريوهات كتير جدا حجم اللي اتنين. يا إما تلات بنات وانتي عارفة طبعا عندنا البنات والموتوسيكل والثلاثة يحبونها والحاجات دي كلها. كل النواية دي من الأفلام يعني جاتلي كأن أنا هتخصص في أفلام التلات بنات يعني. فما كانش ينفع طبعا بعد أحلى الأوقات. والجزء الثاني كان كله أفلام أمريكاني متمصرة. وأنا ضد خالص برضو الفكرة دي مما ما بتستهونيش أبدا. فكان وانا عندي شغلاني حاجات. فكان في الوقت ده قوي كان شغلني قوي 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 أزمة البطالة. وأن الشباب الصغيرين بيتخرجوا يا حرام بيبقى عنده مصيبة أنه هو يلاقي شغله وأنه هو يجيب شقة وأنه هو فأنا عدت أقول طب هو يا رب يحب إزاي يعني. منفعش أن يروح يحب أصلا ما عندوش الحق أنه هو يروح يحب. فكذا جاءت الفكرة فكرة الحب وسط الأزمة الاقتصادية الشديدة جدا جدا في التوقيت ده والعنوسة اللي بيعاني منها الشباب. واليأس والضعف اللي بيعاني منه الشباب علشان ما يقدروش يحبه. يعني كده دي فكرة الفيلم. فلقيت أنه جاء هي جاءت القصة نطت كده. فأنا روحت الواحدة صديقتي سيناريست يعني معروفة زينب عزيز وهي دفعتي في المعهد وقلت لها أنا والله يا زينب ممكن أنا عندي في قصة وعايزكي تعملي لها سيناريو. فقلت لي عايزة إيه فقلت لها أنا بفكر في كذا 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 كذا. فبعد ما خلصت قالت لي أنت عايزة مني إيه. قلت لها تكتبيه ولي قالت لي بس أنت قلت لي. أنت قلت لي مشهد النهاية قلت لها يعني أعمل إيه. قالت لي ما تعملش حاجة تروحي يا راضي في البت تجيبي وراء أبيض وتعملي كده. وقد كان واستمتعت بقى استمتعت بالكتابة قلت إيه ده أنا كنت فين من الكتابة. أنا يبدو أن أنا كان أصلا أكثر من الإخراج لحد الوقت.